وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك أعلنت إحدى الشركة الحكومية تابعة لقطاع الانتاج الحيواني عن طرح لحوم حية في الشوادر ولحوم حمراء في مختلف المنافذ وذلك بتخفيضا يصل إلى 25% عن مثيلتها المطروحة في الأسواق الحكومة عبر شركة الصلحية للإثمار والتنمية كواحدة من أزرع الدولة العاملة في قطاع الانتاج الحيواني برئاسة اللواء أحمد مجاهد تستورد ما يزيد على 5000 من أفضل العجول في العالم لسيما فيما يتعلق بنسبة اتصاف اللحم والتي تصل إلى 65% مقارنة ب48% من العجول البلدية لطرحها بسعر منخفض وجودة عالية قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك تنفيذ لتوجهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير أجود اللحوم بأقل الأسعار ودي سلالات لحم خاصة باللحم وطبعا احنا دخلين على موسم عيد الأضحى المبارك فبنحاول ان احنا نوفر اللحم للمواطنين تخفيفا لأعباء المواطنين عبر هذه المنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية تطرح الدولة منتجتها من اللحوم الحمراء التزجة وكذلك هذه المحطات والشوادر التي تعرض بها اللحوم الحية بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق بمقدار يزيد على 25% قبل طرح اللحوم الحمراء في الأسواق تخضع لرقابة وإشراف بيطري كامل داخل شركة الصلحية خلال هذه المجازر الآلية ضمانا لجودتها وسلامتها وحفاظا على صحة المواطنين العجر الأول ما بتوصل للميناء بتطلع لجنة من الحجر البطرية حسب الميناء اللي نزلها فيها بتعمل معينة وتشوف الوضع برضو الوبائي للعجر والحالة الصحية العامة لها بعد ذلك بتدخل المحجر الهتم الحجر فيه مدة حجر بالنسبة لعجولة التربية زي اللي هنا 40 يوم في خلال ال40 يوم دول الضارة المركزية عاملة برنامج برنامج تحصينات وبرنامج سحب عينات عشان خاطر أن يتم تأكد من خلو الحيوانات دي من كل الأمراض المعضية أو الأمراض الوبائية محمد عبدالصبور للتلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر